يترقب عشاق كرة القدم الأردنية مباراة الذهاب لكأس السوبر بين الفيصل والوحدات والتي تقام على ستادي عمان الدولي يوم غد الجمعة المزيد من التفاصيل في هذا التقرير كل الأنظار تتجه نحو السادي عمان الدولي عندما تحين لحظة انطلاق مباريات الموسم بين الوحدات والفيصل في ذهاب كأس السوبر مساء الجمعة والتي تحمل طموحات الأخضر والأزرق بالتتويج باللقى مواجهة يدخلها الفيصل بطل الدوري للموسم الماضي متسلحا بجميع أوراقه باستثناء المحترف التونسي رفيق الكامرجي والذي تم التعاقد معه مؤخرا حيث يمتلك الفيصل كوكبة مميزة من النجوم أمثال مهند خيرالله وأحسن حداد في الدفاع وصانع الألعاب يوسف أبو جلبوش وورقة أمين الشنينة الهجومية والقائمة تطول وأكد مدرب الفيصل جمال أبو عبد في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء أن إقامة السوبر الأردني من مبارتين لأول مرة في تاريخ البطولة بمثابة سلاح ذو حدين وأنه يشكل ضغطا وإرهاقا للعبين والمدربين إلا أن الفريق يطمح بالتتويج باللقب بعد أن طوى صفحة الفوز ببطولة الدرع بدوره يبحث الوحدات بطل النسخة الأخيرة من كأس الأردن عند مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة الدرع حيث اكتملت كتيبة المدرب البوسني داركو وبات الفريق جاهزا للمنافسة على الألقاب بالصورة المطلوبة وأكد المدرب داركو في المؤتمر الصحفي احترامه للفيصل مبينا أن الوحدات كانت طرف الأفضل في المبارتين السابقتين أمام الفيصل في بطولتي القدس والكرامة ودرع المئوية ويدخل الوحدات للقاء بصفوف شبه مكتملة حيث سيغيب عن الأخضر الثنائي محمود زعتر وبهاء فيصل بسبب عدم وصولهما للجاهزية البدنية المطلوبة فيما تحوم الشكوك حول مشاركة أنس العوضات باللقاء إلا أن الأوراق متنوعة في الكتيبة الخضراء وفي مقدمتها مهند أبو طاها وأحمد سمير وصالح راتب أصدر اتحاد كرة القدم مساء أمس جدول مواعيد وأماكن الجولات الأربع الأولى من دور المحترفين والذي سينطلق في الثالث من الشهر المقبل ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من الدور بمواجهة تجمع بين الجليل ومعان على استاد الحسن وفي اليوم ذاته يلتقم غير السرحان مع الرمثة على استاد الأمير محمد هذا وقرر اتحاد كرة القدم تأجيل إصدار جدول مواعيد وأماكن باقي جولات مرحلة الذهاب حتى يتضح جدول مشاركة الأندية الأردنية قاريا تعقد النادي الفيصلي مع اللاعب التونسي رفيق الكامرجي قادما من شباب قردان بصفقة هي الأطخم في تاريخ كرة القدم الأردنية ويعد كامرجي من أبرز المهاجمين العرب في الفترة الأخيرة وتصدر هدافيد دوري التونسي لكرة القدم ويأتي التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر الثمانية وعشرين عاما لتدعيم الفريق الأزرق في المنافسات المقبلة وفي مقدمتها بطولة دوري أبطال آسيا توجه لاعب المنتخب الوطني للجوجتسو فواز حددين يوم أمس بالميدالية البرونزية في بطولة العالم والتي تقام في العاصمة المنغولية أولان باتور وقدم حددين أداء مميزا في المنافسات حيث فاز في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة فقط من جانبها ودعت اللاعب يارق قيش المنافسات من الدوري ربع النهائي كما ودع اللاعب عبدالله جويش المنافسات من الدوري ذاته حقق منتخب نيزيلندا الفوز بهدف النظيف على حساب النرويج في المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للسيدات ضمن المجموعة الأولى دخلت سيدات نيزيلندا التاريخ من أوسع أبوابه في أولى مشاركاتهن في كأس العالم للسيدات كما انتصرت المضيفة الأخرى للبطولة أستراليا على إيرلندا بهدف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الثانية علما أن المواجهة شهدت غياب نجمة أستراليا الأولى سمانتا كير بسبب الإصابة أعلن نادي انتر ميلان الإيطالي التعاقد مع الجناح الكولومبيخ وان كوادرادو قادما من نادي يوفنتوس لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل ووقع كوادرادو على عقد لمدة موسم واحد دون الإعلان عن القيمة المالية للصفقة أشارك النجم الكولومبي مع يوفنتوس في 314 مباراة مسجلا 26 هدفا كما قام بصناعة 65 هدف وأتوج كوادرادو مع السيد العجوز بلقب الدور الإيطالي في خمس مناسبات بالإضافة للعديد من الألقاب في بطولتين كأس السوبر وكأس إيطاليا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار رياضة عودة إليك ليلا شكرا للمشاهدة